السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عواش ومبركاته اليوم سوف ندر البلغة البلغة محبوبة الجماعير اللي بالجنجلان ونتمنى تكون عند الحسن ضن ديالكم بالنسبة للمقادر عندنا صفر بيضة عندنا معلقة الخميرة عندنا زلفة الفورس وعندنا المزهر زائد الماء دافي وعندنا الجنجلان منقية ومحمر شوية محمر زلفة وعندنا معلقة الزبدة وعندنا المسكة الحرة وعندنا المليحة وعندنا النافع وبقوا معايا حتى نجمع هالشي بقوا معايا السلام عليكم بعد ما قدرت واحد البلاستيكو وسرحت العجينة ديالي معايا لقيت القرفة ما ذكرتها في المقادر وستحتها وجمعتها بالزهر دافي ومعايا شوية الماء شوية الماء تبقى تجمع لكم لا تكون قاصحة لا تكون خفيفة باش ما تعدبكنش في القلي وشكلت الدوائر ها همايا شكلت الدوائر ودخلي واحد نص ساعة ترتاح شكلت الدوائر وانا غنوري لكم كيفاش القاوام كيفاش كندير لهم كنناخذ وحدها هي كنشكلها كان نقرس هادشيها وكتجي حال كدة نعود معاكم احد اخره كان نقرس من هنا وكن نوسع ان العينين ديالها هاي هيا نكمل كل شيء ونقلها ونعسلها وأنا معكم شكرا لكم بعدما سألت هذه التشكيلة للبلغة هي النتيجة لها بلاتو أنا بقوم معي أنا غدا نقلها ونضيها في العسل ونقدمها لكم تقديم الأخير وشكرا بعدما قدرت هذه البلغة أتتقلها إيايا سخنت العسل سأتتقلها سأتتقلها ثم نقصها ثم نقصها لكي تطيب لكم هيا ونتظروني لكي نقدم لكم في الأخير بعدما تتعسل إن شاء الله السلام عليكم بعدما قلت البلغة ودرت لها العسل أنا زينة باللوز جات زوينة منظر ومضاق أنتما كيفش جات مقرمشة يحبوها الكبار وصغار أتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم البلغة جربوها وردوا عليها كيفش جاتكم مقرمشة طيبة مزيان وشكرا إلى فيديو آخر شكرا مقرمشة